بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سيد احنا ماشينا مع بعض مشوار مهم جدا 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 ونكمله مع بعض مشوار في الحقيقة مش المقصد بيه بس ان احنا نبص على اللي احنا عايشينه لكن كمان نبص على مستقبالنا مشوار بيتكلم على ازاي نقدر نبني الانسان فينا وازاي يقدر الانسان يستطيع ان هو يعمر ويستطيع ان هو ينمي ولذلك كان لابد ان احنا نتكلم على يلا نبني يلا نبني الانسان وعلى فكرة واذا ما كنتشتركش الوعي الديني في بناء الانسان في الحقيقة احنا مش نقدر نوصل لقلوب المصريين المصري عايز تحركه لازم تحركه بوصله بالله سبحانه وتعالى نازم تحركه عشان يبني ان هو بيقترب من الله سبحانه وتعالى وعشان كده ابتدينا نشتغل في الجزء اللي احنا سميناه يلا نبني عشان نقدر نوصل لمولانا سبحانه وتعالى تعالوا نقول النهاردة عن اتكلم عن ايه عن اتكلم عن ظاهرة كتير قوي قوي بتأثر في اولادنا واحنا مش واخدين بالنا بس في الاساس هي ظاهرة لازم نوقف قدامها لان هي معوقة جدا جدا في البناء عاملة بالضبط كده زي ما بتكون انت بتبني حاجة على قواعد بالسبتة بتبني حاجة وكل الاصول بتاعتها مهزوزة ليه؟ لان هي للأسف اصول ما كانتش واخد حقها من الهدوء ومن التريس ايه اللي احنا نتكلم عنه النهاردة؟ خفنا الزائد على اولادنا ويجي هنا سؤال بقى هل خفنا الزائد على اولادنا بيحمينا فعلا وبيحميهم فعلا بيحمينا احنا من ان احنا نحس ان احنا ايمين بمسؤولياتنا وبيحميهم فعلا ان هم يحسوا بامان اكتر حاجة بتقلقني هو ما اوسميه انا مراس المخاوف ان احنا نوصل في حالة حالة كده اشبه بالحالة الجينية فنحط في اولادنا جينات للمخاوف خلينا نقول ان خفنا الزائد ده بيخلينا نخرج من ولاية ربنا سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعشان كده خفنا الزائد لاولادنا بيسعى في توريس المخاوف فبيخلي اولادنا يفقدوا قيمة الحياة في قلوبهم ويتعسروا فيها ويتعسروا فيها عن وهن ويحسوا ان جواهم هشاشة نفسية وياللي يحصل ويفضل جواهم لغبطة ويفضل جواهم كمان حب الله كمان يحصل غلواش عليه ويحصل تغطيع ليه واسوأ حاجة بتحصل ان الخوف الزائد ده ما يخليهمش يدوقوا جمال نعمة ربنا وما يطمنهمش ان ربنا معاهم فما يحسوش بمعية الله سبحانه وتعالى لازم نقرر ونأكد على ان الخوف الزائد بيورث اولادنا العمى بعد الشر مش عمل لعينين بس لا لأسف بيطمس على القلوب ويخلوهم ما يشوفوش نعمة المحبوب سبحانه وتعالى ويعيشوا الحياة كأنهم عايشين بلا نعم عايشين في مهاب الريح طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما اعطانا واعطانا واعطاناهم كل النعم دي كان مراده ايه مراده ان احنا نعيش في امان نعيش في ظل الله لطيف بعباده وعشان كده من اسوأ الحاجات اللي بنعملها الخوف الزائد ان بيوصلهم الى ان هم يحصل لهم عمى ويحصل لنا كمان عمى احنا كمربين على اننا ندوق اولادنا نعمة وجود ولادنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وان احنا نركز على تفاصيلهم واننا كمان نتجاهل ان احنا الواجب علينا اذا كنا مربين صادقين في ان احنا مربين صادقين ان احنا نساعدهم على رؤية النعمة ونخرج اجمل ما فيهم وكمان نخليهم يمتلئوا بحب الله ونحبهم الحب الرشيد مش الدلال الزائد وعشان كده في بعض الاحيان تلاقي اباء بعد ما اولادهم كبروا بيتحصروا ان هم ما عاشوش مع اولادهم وما استمتعوش مع اولادهم بمراحل عمرهم المختلفة لانهم كانوا مستهلكين مش قادرين يحسوا مع اولادهم لان كان الخوف يكلهم وطول الوقت مركزين على مخاوفهم ومناسين اولادهم بيتطوروا ازاي وبيعيشوا ازاي وبيجروا دايما وهما موهمين في حالة خوف الخوف الزائد يا سادة بيخلينا نمارس اكبر خطايانا في الحياة واكبر خطايانا في التربية اول حاجة اننا نكون البديل عنهم عن اولادنا فنقوم بكل المهام عنهم فما يقوموش حد باي مهمة من المهام الحية التانية اننا نكون عاملين لهم حالة من حالات التناقض ونكون ناقديين لهم وبنعمل ايه وبنخليهم دايما مش قادرين يثقوا في نفسهم ويحاولوا يكونوا ساعين المسالية وما يغلطوش يحاولوا وما يغلطوش في حياتهم وإن اللي حاصل وما نعتردش ابدا ونخليهم دايما نحسين ان الفشل ده نهاية العالم وتبقى الام خايفة كل الرعب عندها ان هي تاخد اللقب المخيف بالنسبة لها وهو لقب انا فشلت في تربيتكم بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده مع سيدنا انس اللي كان والدته وديته لحضرة النبي عشان يتربى بس بالمعايشة مع حضرة النبي فيقول خدمت رسول الله هو ما كانش عبد ولكن كان حرا خدمت رسول الله عشرة سنين فلم يقل لي شيء لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء انتركته لما تركته طب هو ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يوصل له ايه جرب يا ابني عيش حياتك ما تعيشش متكتف ولا مقيد الخطيئة التالتة اللي احنا بنعملها في تربية اولادنا لما بنخاف عنهم الخوف الزائد اننا نكون حاسين بان احنا ملكينهم وان الاولاد دول بتوعنا فما نخلهمش عندهم حق الاختيار والخوف الزائد على الاولاد مش بيكون بس الخوف من سوء هو بيحصل لكن ده ممكن يكون كمان الخوف من اوهام ما بتحصلش ولا بنكون بتخاف عليهم من تعب يحصل لهم ده احنا بيكون عندنا خوف ليه اشكال متعددة بتتغلغل في جوانب كتيرة من حياتنا لغاية ما تاخد كل جوانب الحياة منها مثلا الخوف على الرئيس فخوف الاولاد فخوف الاهالي مثلا الزائد على الرئيس اولادهم يخليهم في بعض الاحيين يجروا في الحياة ويعيشوا كل اللي هم بيعيشوا ان هم يجروا وراء الرزق فيهملوا اولادهم مثلا واحتياجاتهم النفسية او المبالغة في الاحساس بالخوف من رزق بكرة بتخلي الاولاد يحسوا بالتهديد من جواهم حاسس ان هو مش في امان لان ابوهم حاسسوا دايما ان احنا عندنا مشكلة وخايفين عن الرزق وتخليهم مهما كان عندهم من رزق حاسين ان هو مش كافي فمش بس ده مش على فكرة ده مش الشعور اللي شعور ان هو مش شبعان لا ده شعور ان هو طول الوقت مهدد حتى لو كان عنده كل ده حتى لو كان عنده كل ده وما يتعلمش وما يدعش حلاوة قول وتعالى وفي السماء رزقوكم وما توعدون ما بيهداش خوف تاني زي الخوف على المستقبل ده كان الخوف عن الرزق وكمان الخوف على المستقبل فبعض الاباء يضغطوا على اولادهم في التحصيد الدراسي مثلا او يجبروا اولادهم على اختيار مجال دراسي معين عشان شايفين ان ده الاضمن لمستقبلهم فإن اللي حاصل فالأولاد يحسوا ان مستقبلهم مش بتاعهم اه والله بيحسوا ان هم مش ده مش احنا ده ده احنا انتو اللي اخترتوه ده خوف تاني خوف من المتغيرات او مستحدثات العص وساعات الاهالي يقولوا يحاولوا يحطوا دي في شكل ديني بس في الحقيقة ومرع يقولوا احنا خايفين على أولادنا من الفتن شوف الكلمة الفتن فالخوف ازادي يخلي بعض حد يقول لي هو ما فيش فتن في العصر اللي احنا فيها دي بس ألك سؤال هو انت لو قلت لو ولدك الامر بحجمه الطبيعي ما زدتش في الخوف مش هقولك ان انت بتجود انت مش بتجود انت بترحب ده مش تجويد ده رعب لو حطيته في حجمه الطبيعي وما قلتش للولد انا خايف عليك من السوشيال ميديا وانا خايف عليك كذا وانا خايف عليك من كذا وانا خايف عليك من تغيرات الناس وانا خايف عليك من الناس بقيت اخلاقهم وحشة وانا خايف عليك طيب الوقت ده عايحصل ايه عايحس انه عايحش في ايه في غابة فبعض الاهالي بدل ما يغرسوا في اولادهم القيم في قلوبهم ويطمنوهم انهم ازاي يعيشوا في هذه الحياة بكافة مجالتها يحسسهم بالخوف فيخلوهم الاولاد يحسوا ان الحياة دي كريهة قبيحة مش عايزين نعيشها الحادي حادي مخيفة ويعزلوهم او حتى الاولاد نفسهم ينعزلوا ويش عاد يحس ان هو عنده خوف راقي شوية يخاف على تدين الاولاد فيبالغ الاباء والامهات في تعليم العبادات والتخويف من الخطأ في العبادة على الاولاد او ان الواحد يعمل حاجة هو في المستقبل شايف انه لو ما عملهاش دلوقتي وخاصة في سن السبعة او الست لغاية سن عشر سين لو لو ما تعودش دلوقتي على الصيام لو ما تعودش بمناسبة ان احنا قادمين على الصيام لو ما تعودش دلوقتي على غض البصل لو ما تعودش من دلوقتي يبقى خلاص ضاعت فرصة تربية وخلاص ضاعت الدنيا فيفضل يخوف من الولد فالولد يحس ايه فالامي مثلا تقول ابنها صلي لاحسن ربنا ايدخلك النار يعني ولد عنده ست سنين ولا خمس سنين ايه اللي جاب صرت النار دلوقتي دل ما تقوله ما تكلمه تقوله يعني صلي عشان تبقى عشان ربنا بيحبك صلي عشان تحس ان ربنا قريب معك صلي عشان تكلم ربنا صلي عشان الصلاة دي احلى حاجة في الدنيا بتفتح عليك جنة الوصل مع الله سبحانه وتعالى يقول لي لا هو هو صغير على ده هو يعني هو من صغير على النار من صغير ان انت تتكلمه وتشحنه بان هو يتربى على انه ما يعرفش حاجة غير انه ربنا ده الاله الاله المرعب او انه يكون مثلا لسه بيتعلم الوضوء فيحاول يقول له فيقول له ده وضوء بنا ادم ده ده وضوء واحد مسلم ده فالولد دي حس كأنه ما توضاش وانه هو للأسف يعني مش نافع انه هو يبقى مسلم ولا مؤمن ويحس انه هو طول عمره ولا سلام بقى ايه العك اللي انت بتعمله ده هتخليه يبتدي يتعلم كده فالولد روح لابس في الوسواس فالولد يتوسوس ويحس انه هو ايه انه هو مش بتاع ربنا ويحس ان العبادة تقيلة ويحس انه هو العلاقة بينه وبربنا بقت علاقة علاقة عيب وانه ربنا اكيد عيعزبه ما هو من هو وصغير هو من هو انا من وانا وصغير لا باعرف اتوضى ولا باعرف اصلي ولا باعرف اعمل اي حاجة لكن رسول الله عصر ما كانش يتعامل كده مع الاطفال خالص ونزلك لما رب سيدنا الحسن والحسين بيهز التربية اللي هم بيخافش على تديونهم بعد كده لما جم يعلموا الرجل اللي مش عارف يتوضى علموه برقي قوي بحلاوة كده مثلوا ان هم بيتوضوا وسألوا الراجل يا سلام ده متعلمين ده ده متعلمين على النور متعلمين على جمال فلذلك علاقتهم بربنا ايه الانقة جميلة لو هم متعلمين بقى بالطريقة اللي الناس بيعلموا اولادهم بيها التدين ايه اللي انت بتعمله ده انت يا راجل كبير كده ومتعرفش تتوضى ما هو متعلم من هو صغير ان هو لو انت ما تعرفتش تتوضى ربنا يعزبك وسعادت كمان يبقى فيه خوف خوف رابع ولا خوف خامس كمان عندنا الخوف الزائد من الناس فيه اللي يحصل فبعض الاباء وبعض الامات يبعدوا ابنائهم عن التجمعات وعن الناس المختلفين فيخلوا اولادهم القنين لما يشوفوا حد جنبهم يدائما يبقوا القنين على نفسهم فيه اللي يحصل فيفتقدوا الخبرة التعامل مع الناس والمهارات الاجتماعية ويبقوا طول الوقت درع كده تحس كده انهم قاعدين في وسط الناس وخايفين ولبسين الدرع خايفين من ازية الناس ولزاك يبلغوا جدا جدا لو حد اختلف معهم في وجهات النظر يسموا اختلف في وجهات النظر دي ازية ليه لنبالغ في تخويفه من الناس فاي حد اي حد يختلف معاه يبقى الانسان ده مؤذي فيتعثروا في علاقاتهم وكتير من الناس ديت ما بتنجحش فيها في جواز ولا بتنجح كمان في مقدمات الجواز ويعيشوا يشعروا بالوحدة من الخوف كمان اللي بيجي الخوف من تأخر زواج البنت فاشوف بقى ممارسة كل اشكال الضغوط عليها علشان تيب الحد معين يا بنت ده لقطة لقطة واحنا مش جايين عشان نتاجر فيه ولا عشان نستسمره لقطة وفستان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضونا هي جزء منها انها ترضى اذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه لازم هي ترضى لازم يبقى عندها رضى لكن الخوف من ده بقى فإن لي يحصل فهي لازم تقبل عشان ما يجي لهاش وقت فكتير من البنات تتجوز وهي صغيرة لا هي عندها حاجة لكن هي خايفة من الخوف خايفة من الرعب اللي يحصل بعد كده ان هي تكبر في السن وما تتجوز وسلم بقى على الخوف اللي بيقل الفرص نضوجه اولادنا الخوف يا سيدي الزائد ده بيقل الفرص نضوجه اولادنا ويخليهم متزبزبين من جواهم وعندهم هشاشة وجدانية ويبقى صعب عليهم ان هم يختاروا وياخدوا قرارات في حياتهم خوفنا الزائد من غير ما نقصد بيعلم اولادنا ان الحياة صراع وان ان انت مش تاخد حقك غير بالقسوة وبواجع القلب فيتوجع قلبه حتى لو خد حقه ويتوجع قلبه حتى لو ما خدش فيفضل موجوع طول الوقت الخوف الزائد بيخلي الناس موجوع قبل ما تعمل اي حاجة والخوف اللي الزائد على فكرة ما بيعلمش اولادنا القيم يعني لما تخوف الولد من المعصية كده وتقعد تخوف وتخوف وتخوفه من المعصية وتخوفه كده مش هيلتزم بالقيم بالعكس احتمال كبير يبعد عنها لانه شايف القيم بعيدة ما انتخوفته فالخوف يخليهم يكونوا في كتير من احيين اعتماديين ويتفننوا في العيش بدور الضحية بدل ما يعيشوا بقيمة المسئولية اللي بتفتح لهم ساعة الحياة وساعة رب العالمين الخوف يخليهم حسين بالعجز بدل العزم والحركة والايمان بان خزائن ربنا وسعى ملأة سحاء الليلة والنهار والخوف يخليهم بدل من ربيهم على حسن الظن بالناس والالتماس الاعظار اللي يحسسهم انه الالتماس الاعظار وحسن الظن بالناس ما لا يفعله هو الا الاقوياء الثابتين اللي عندهم مع رب العالمين صلة ووصل ونزايك نعلمهم بقى بالخوف الزائد اساءة الظن وها سلام بقى يطلق الاحكام الملاشة اخر ونزايك اقصر طريق اقصر طريق اللي رسوخ اولادنا في الحياة هو رسوخنا احنا بقى دورنا احنا بقى رسوخنا احنا والتزان نحن كاباء وامهات ان احنا ما نعيش همش في الخوف ده وعشان كده اول حاجة لو عايزين نعيش اولادنا في امان لازم احنا نحس بالامان لازم نحس بان الله سبحانه وتعالى امننا وان ربنا كفانا احنا نفسنا كفانا ان احنا نخاف على اولادنا بالمناسبة يعني أول خطوة عشان نحس بأمان ربنا كفانا أن احنا نخاف الخوف الزائد ده على أولاد ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أليس الله بكافينا عبده أنا عبد وابن عبد بأيزا أن ربنا كفينا إحنا الاثنين دخلوا في أمان فالله خير ونحافظه وهو أرحم الراحمين فلما نعيش معاهم أن احنا في أمان يحسوا بالكفاية الربانية ويحسوا باللطف لله سبحانه وتعالى ويحسوا أن الحياة مش غابة يا ما ناس عايشوا أولادهم من الحياة غابة ولازم أنتوا تتخافوا من معاملة مع أي حد فبقى قال أعزب الله أي معاملة مع أي حد بتفسد وبتبقى فاسدة وبتتحول إلى علاقة مسمومة لازم يحسوا أن هم مسنودين من رب العالمين وأن ربنا وسندهم وأن ربنا سبحانه وتعالى معاهم على كل حال ويشوفوا جمال تدبير ربنا سبحانه وتعالى وأنه بيأنسهم وعشان كده يحسوا بنعمة الحياة طب نعمل إيه بقى عشان نقدر نوصل لده هنقول شوية إجراءات مهمة لازم نأكد كل يوم على نفسنا وعلى أولادنا أن أولادنا وديعة عند الله سبحانه وتعالى وأن أولادنا مش ملكنا وأن احنا مش بنربيهم لأن أحنا بنملكهم وأن هم بتعطنا لأن أحنا بنسحى أن أحنا نحط فيهم بذرة بذرة أن هم يمشوا في الحياة ويلقوا الحب ويقولوا يا رب يبقى إيه زن؟ وإحنا ماشيين في الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله ويا سلام لو قعدنا الصبح مع أولادنا كده وإحنا الاتنين إحنا وأولادنا علمناهم أن احنا نقول كل يوم الصبح عشر دقائق كده لا حول ولا قوة إلا بالله بأن دوت يولد فينا العزم مش يولد فينا الخوف ولازم يبقى عندنا عادة مع أولادنا أننا في بداية اليوم مثلا أو نهايته نقعد مع بعض خمس دقائق خمس دقائق إيه؟ نعمل إيه؟ نحاول نعمل مجلس كده مجلس اسمه مجلس الحم نعدد فيه نعم الله ونحمد نعم الله عليها يعني نوعد كده في المجلس كل واحد يذكر نعمة من نعم ربنا عليه وإن النعمة دي ممكن تفتح له نور وبركة سلام لما واحد كده يقوله والله أنا عندي نعمة إن أنا عندي صوت حسن أو الله أنا عندي نعمة إن أنا الحمد لله بصحتي أنا والله عندي نعمة إن أنا بعرف أقرأ أنا ممكن في يوم الأيام أفضل كاتب في مصر لأنا أفضل ممكن أخد جايزة من الجوائز العالمية وأنا بكتب شوفوا التفكير بالنعمة يعمل إيه مع الأولاد مش التفكير بالخوف تالت إجراءه ده إجراء مهم جدا خلق عندكم جلسة كل أسبوع مع أولادكم اتكلموا سوا عن المستقبل والسعادة وإزاي المستقبل والسعادة عاي يكون أفضل وأحسن لكن آخر إجراء ممكن نيك يختم بيه إن طول الوقت خرجوا أجمل ما في أولادكم وخلوهم يحولوا أجمل ما فيهم إلى أنشطه وحاجات تشتركوا فيها حتى لو كان الكلام ده تلخيص كتاب حتى لو كان الكلام ده عرض كلام حتى لو كان الكلام ده عبارة عن إلقاء للشعر كل ما نعمل الكلام ده هيحول أولادنا إلى قيم إضافية ولازم دايما نقاوم أي شكل من أشكال الوسواس ولو كان حد من أولادنا أصاب الخفز زائد عندنا بأنه هو أصاب الوسواس لازم نسارع بأن احنا نساعده ونطلب مساعد المتخصص ونطلب العون والدعن النفسي يا سادة بلاش خوف أنتوا في أمان تعالوا نرجع تاني نقول لبعض ونقول لأولادنا هما وجايين وهما مماشيين وهما راحين من مدرسة وهما جايين من مدرسة هما راحين النادي وهما بيعملوا كل حاجة في حياتهم في أمان الله خلينا في أمان الله بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم ببركة ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر